تجري رياح القانون الدولي بما لا تشتهيه سفن الكيان الغاصب للأرض للإنسان والعمران في فلسطين هذا هو أثر قرار المحكمة الجنائية الدولية بشمول ولايتها القضائية على موطن أكبر جريمة إنسانية في التاريخ حيث يراد للإنسان أن يقتلع وجودا وتاريخا ومستقبلا فهل بدأ زمن الإنصاف لأصحاب القضية ومعه زمن الإدانة للمغتصب واللص والقاتل المحكمة الجنائية الدولية تجيب بقرار اختصاصها القضائي الذي يشمل الجرائم التي حصلت في الأراضي الفلسطينية القرار الصادر أمس الجمعة حسب قضاة المحكمة الجنائية الدولية يفتح المجال أمام تحقيق محتمل ومتابعة قضائية لمجرمي الحرب كأشخاص وإمكانية رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة بهذا الشأن وعلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت القرار باليوم التاريخي لمبدأ المساءلة وأكدت أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة في حال فتح تحقيق في الجرائم فيما وصفت منظمة Human Rights Watch القرار بأنه بالغ الأهمية ويقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب القرار قابله استياء من جانب الكيان الغاسب حيث قال رئيس وزرائه نتنياهو إن إسرائيل ستحمي كل مواطنيها وجنودها من المقاضات وكيف لا يستاء مجرم وهو يرى حبل المتابعة يقترب من عنقه يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية والتي تأسست تنة ألفين وإثنين تعد أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاعتداء